المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الحملة الشرسة للعلمانيين على فضيلة العالم الجليل الكبير فضيلة الشيخ وجده نيم طبعا إن العلمانيين يهاجمون فضيلة الشيخ وجده نيم فهذا ليس بجديد عليهم فالحكم العلماني في العالم الإسلامي ولغ في دماء المسلمين وذبح المسلمين واغتصب المسلمات رجعوا كده تاريخ العالم الإسلامي 200 سنة حتى الآن فبالتالي لما أنت تفاجأ بقى بحملة ضد فضيلة الشيخ وجده نيم وكل هذا فهذا هو المتوقع لكن ما أزعجني أن بعض الأصوات المحسوبة على الطيار الإسلامي خرجت تناصر العلمانيين وتعاددهم ضد فضلت الشيخ وجده نيم وهذا هو ما دفعني لتسجيل هذه الحلقة بداية أزعم أنني يعني عملت الشيخ وجده نيم عن قرب بعض الشيء وفي الحقيقة وجدت أن الشيخ وجده نيم لديه مشكلتان مشكلتين كبار جدا 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 عند الشيخ وجده نيم المشكلة الأولى أنه يقف في معسقر بعض الأصوات فيه مهمتها دائما أنها كلما تجد شخصا نابغا أو شخص عالم أو شخص مبدع أو شخص له جماهيرية كبيرة مثل الشيخ وجده نيم يكفي اللي عادين يهجموه أصلا يعني هو صفحته على الفيسبوك مليون وثلتمائة ألف اللي بيهجموها تلاقي صفحته خمس تلاف ولا عشر تلاف ولا خمسين ألف ولا مئة ألف قناته على اليوتيوب 250 ألف تقريبا مشتارك ملايين 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 المشاهدات فتجد أنه ناس فشلة للآسف نحن في زمن الفشلة فيه يقيمون الناجحين يعني الشيخ وجده نيم هذا الشخص الناجح وهذا أصلا سبب معرفتي به أصلا يعني أنا لو الشيخ وجده نيم شخص فاشل ولا منفر ولا هذا الكلام ولا كنت عرفته أصلا ولا كنت سلمت عليه أنا بكلمكه بصراحة شديدة كيف وأنا قلت للشيخ وجده قلت له أنت لو في صف العلمانيين كان زمانهم عاملك تمسال إنما مشكلتك إنك أنت في معسكر للآسف بعض الأصوات فيه لا تقدر المتفوقين في مجالته كيف أم كلثوم المغنية أم كلثوم أم كلثوم إيه لما غنت الخلاعة والدلعة مذهبية بتقول لك الأمرأة خليعة أعمل له إيه قال له أنت كوكب الشرق يعني الشيخ وجده ما قالش الخلاعة مذهبي عارفه ولا أقول كده هو بس ينتقل لصف العلمان والله العظيم يعمل له تماثيل زي تماثيل أم كلثوم لما أم كلثوم أعدت تنافق الملك فاروق قال لك دي يعني المغنية اللي ما حصلتش لما جاءت لانقلاب يوليو هورة 1952 ومنعوها من الغناء باعتبارها من فلول أم كلثوم فلول كانت من فلول الملك ملك فاروق كيف طبعا بتتزلل الملك وأغنيها موجودة وكلمتها مسجلة على اليوتيوب يعني ما الذي حدث منعوها قالوا لها انتفلوه راح الملك عبايز أل سعود اللي هو مؤسس السعودية أرسل السفير بتاعه مخصوص للواء محمد نجيب اللي هو كان الحاكم العسكري لمصر في ذلك الوقت قالوا لا مكلسوم حنجرة ذهبية ولا بد يعني الملك عبايز أل سعود ترك كل مشاغله ورغم أن السعودية في ذلك الوقت قد تقول أنها الوهبية وبتطبق الشريعة الإسلامية والغناء حرام وكشف الشعر حرام والرأس اللي مكلسوم بترقصه في الأفلام ده حرام وكذا إلا أنه هم لما لقوا مكلسوم بقى لا بعت السفير راح لمحمد نجيب يقابله تصار بقى بحلف أزمة بين البلدين عشان قطر المكلسوم وبعد ذلك وقف التمدح في جمال عبد الناصر وتمنافق في جمال عبد الناصر ولو كانت عايشها النهاردة كان زمانها ببوس جزمة السيسي عملها ايه؟ وبسير حاجة إلا بقى أنت ويلت الملك الخلاعة ولا الكذا ولا نفا ولا أي حاجة طاحسين لما طعن في القرآن الكريم ومات وهو مصر على الطعن في القرآن الكريم وأنا سأخص حلقة لذلك لأن البعض بيزعم عن حسن يعني عن جاء لأن طاحسين تراجع قال لكي بقى ونتراجعش وأنا أسألت ذلك بالفيديو طاحسين بيقول هذا الكلام بنفسه يعني الطعن في القرآن الكريم ما الذي حدث؟ قال لك عميد الأدب العربي عميد الأدب العربي أنا طبعا ما فهمش في النقد الأدب فبالتالي معرفش يا قيم طاحسين من حيث أنه نقد كويس ولا وحش معرفش ولكن لو طاحسين طب صيد قطب ده ما قالوش عميد الأدب العربي ليه؟ طب وغيره غيره غيره يعني ولا الدكتور محمود شاكر ولا غيره يعني ما حد يشدرهم الألقاب ده ليه؟ على أنهم من الطيار الإسلامي ما نبريك العلمانيين عندما يجدون شخصية في نصف ذكاء الشيخ واجد غنيم أو في نصف جماهريته لأنه الشيخ واجد غنيم جماهريته لا تستطيع قناة الإلفزيونية تقول أنا اللي صنعت رجوميتي الشيخ واجد غنيم يعني أنت عمر خالد سبعمائة ألف قناة بتنجم فيه أموال ضخمة ملايين الدولارات بتأتي من الخليج كي تصنع ظاهرة عمر خالد ويافروا الأوتوبيسات والبتاع وا 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 وبحث أمن الدولة شغالة كتاب حسنوا ببراك تعمل أزمات مع عمر خالد بحث أنه شعبيته تنتشر وصنعة النجم ولحق أمن الدولة تخليه مع عمر خالد عمر خالد تخليه مع عمر الدول أجهزة بتخدم عليه ومساعدين ومصورين وكاميرات يعني حقق الجماهيرية هذه بمعاناة آخرين لو قطعوا الكاميرات دي شدوا فيها شي كده بتاعك هاربها والكاميرات وبتاع التلفزيونات دي يعني عمر خالد انتهى عمر خالد لكن الشيخ واجده غنيم صنع نفسه وصنع جماهريته بنفسه لا فيه خالد تلفزيونات عامتهاله ولا فيه كده ده معناه انه ايه شخص زكي شخص شاطر مفروب بقى وانا احكي لكم هذه القصة عشان اوريك لماذا العلميين حكم وصر 200 سنة والاسلاميين في السجون وبناتنا المسلمات تختصبن احكي لكم الموقف هذا عشان نعرف الدول اللي بتسقط بتسقط ليه ليه دول المسلمين سقطت في الحرب العالمية الاولى ومصر سقطت وعاد الرئيس مرسي سقطت وكل السورات الربية العربة الموقف اللي احكيه هذا وده حاجة حاجة اسمعي كاشف ودالي وده اللي بحصل مع الشيخ واجده غنيم كيف نحن كنا نعمل في الصحيفة وهذه الصحيفة فيما نشرت اعلانا الخمور في اخر صفحة من صفحات وقيل في ذلك الوقت ان هذه الصحيفة تمولها امريكا المهم نحن كنا في ذلك الوقت بنحاول نعرف هل بيقولها امريكا ولا بيقولها امريكا طب هي بتخدم استساة الامريكية ازاي يعني احنا في ذلك الوقت وحدها دي فكر طب هي بتخدم استساة الامريكية ازاي يعني اذا كانت امريكا طب هي بتخدم استساة الامريكية ازاي مش فاهم طبعا الواحد بعد سنوات طويلة فهمت كانت اللعمة ماشي ازاي المهم فرئيس التحرير واستقال وحصلت أزمة كبيرة أو نزل صورة الحجاب تحت صورة علامة الخمر حيث يحب الأزمة لإقدارة الصحيفة وما إلى ذلك وما كان عاوزين يعني يفصلوا بسبب المسألة دية فلما فوصل ذهبنا إليه كان في الأهرام في مكتبه في الأهرام وقلنا له يا أستاذ فلان أنا ما أقولش الأسماء لأني جاه اشتغلت فاهم فعش يعني أفسح عن الكون قتمينت على المكان يعني فقلت له يا أستاذ فلان من الذي يعني كيف أتى بك وكم بيصلي الوقت بوقته كده من الذي أتى بك أو عينك رئيس التحرير الصحيفة فقال صفوة الشريف فقال لنا كنا مجموعة من الصحابين يعني الشباب فقال لنا صفوة الشريف فقلت له نقوله إزاي أنت أصلا معارض لمبارك وصفوة الشريف يجيبك يعينك رئيسة لتحرير هذه الصحيفة وقال له أن الأمنة أو المخابرات قال لهم لك هذه الصحيفة أنه لن يسمح بصدرها إلا إذا وضعتم هذا رئيسة للتحرير وهو قال لنا بيفصر في هذا أنه الصحيفة اتجاهها أمريكي فبالتالي الذي ستتصدى لاتجاه الأمريكي داخل الصحيفة هو أنا المهم فبنقوله طب صفوة الشريف يعني أنت إي علاقتك بين أنت معارض لمبارك وهكذا يعني فقال لنا بص يا أولاد كلمة خاطر عاوة صفوة الشريف عامل زي الرقاصة الشطرة اللي عجزت صفوة الشريف وزير الإعلام في عهد حسن مبارك وأمين عامل حزب الوطن واللي كان ضبط المخابرات واللي كان بصار سعاد حسن في الأوضاع المخل فقال لنا صفوة الشريف عامل زي الرقاصة الشطرة اللي عجزت فبتبدأ تجمع البنات الجمال الصغيرين وتبدأ تعلمهم الرأس وتسرحهم فصفوة الشريف بيشوف الصحفيين الشطرين والإعلاميين الشطرين ويجمعهم حولهم ويؤلف قلبهم ويشوف أي حد محتاج مشكلة لكذا حلاله فور حتى لو معارضت فأنا حقيقة استوقفني سلوك صفوة الشريف إزاي إن هو أي صحف الشطر حتى لو معارض وصفوة أصلا وزير إعلام وكان وزير إعلام فعاد حسن بارك حاجة مخيفة يعني سيبك النهاردة اسم الوزير ما بتعرفش إيه لكن أيامها كان صفوة الشريف ده حاجة مخيفة مخابرات ووزير الإعلام حاجة يعني ضخمة جدا فحتى صفوة الشريف طبعا إنت لو بسط لكل الجوقة الإعلامية اللي شغالها في مصر كلها تربية صفوة الشريف حتى الكاتب الصحفي مجدم هن الله يرحمه كتب مقالا عمود كده في نفس الصحيفة التي اتحدث عنها وقال له له صفوة الشريف أفتكري المقال ده كويس جدا قال له ارحم ضعفي قال له يا أخي يا صفوة الشريف يعني سيد صفوة الشريف رئيس مجلس الشورى وبعد كده صفوة الشريف بقى وزير رئيس مجلس الشورى قال له كلما كنت أكتب قال له أنا دائما أكتب عن فسادك وفساد الحزب وفساد ابنك ثم عندما يدهمن المرض أجدك تتصل به وتطمئن عليه وتقول لي مستشفى ودي النيل بتاع المخابرات دي مملكك المخابرات منتظراك وينك الدكتور فلان 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 منتظرينك أروح أخرب فأقول هذه الرشوة من صفوة الشريف فأعود أهاجم فيك فسادك وفساد حزبك وفاد نظامك فلا تعاتبني ولا ترفع علي قضية ولا أي شيء بعد يدهمن المرض مرة أخرى وكان الله يرحمه كم مرض تقريبا بفيروسية حاجة زي كده يعني مرض عضالي يعني تتصل به وبرضو تجهز تلاقيني في أزمة مالية لكبعتلي فلوس رغم أن أنا بجتمك لقدتنا ورفعت قضية ولا غيرها فقال له يا أخي أنا بدأت أحبك وأنا أصلا عاوز أكرهك ومش عاوز أحبك ارحم ضعفي فإن وجدت المرض دهمني مرة تالسة أو رابعة لا تتصل بي ولا تساعدني ولا شيء ده أنا باريك ولذلك حسن مبارك لما أبعد صفوة الشريف وزكريا عزمي وهذه المجموعة وجه أحمد أحمد اسمه جمال مبارك وأحمد عز والعالبي ده إيهال ولا عندها خبرة ولا عندها أي حاجة النظام سقط إن الله صفوة الشريف وزكريا عزمي كانوا إزاي يحتوى المعارضة إزاي يجندوا كذا إزاي يؤلفوا قلب العدو إزاي يقربوا الصديق كانوا فهمين على فسادهم على فسادهم فسادهم بس فهمين إزاي سيطروا أما قيادات الطيار الإسلامي بقى لسبب المصيبة اللي احنا فيها في مصر وفي العالم الإسلامي أهي والمسلمات بتغتصبنا وكذا هذا ليه مرضه لأنه كلما ظهر نابغة وشخصية له جماهيرية يعملوا إيه يدمحوه عصام سلطان ظهر افصلوه يجي في الانتخابات يعني مصطفى باكري جماعة الإخوان المسلمين دعمته في حلوان ورفضت تنزل منافس له عصام سلطان الإسلامي اللي مرمي في السجن الآن نزله ضده مرشح في ضمياط يحاربه ويساقته وفز عصام سلطان في البرلمان بيدراعه بجماهريته محدش له فضل عليه محدش صنع عصام سلطان محدش نزله عقيمته هو بجماهريته اكتسح مرشح الإخوان وغيره 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 طب لماذا يحارب عصام سلطان لأنه نابغة إزاي انت تكون بتفعل إزاي كل الجماهر اللي تبعحك وبعد كده تقوله لماذا لما انصرنا الله لأنه انت لما لقيت عصام سلطان حاربته لما لقيت حزم صالح ابو اسماعيل قعدت تتنظر عليه وتتمألس وتسفه منه وا 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 وحزم صنع شعبيته طبعا ما سلطان حصام شعبيه انما قد يقصد انه ينشل غعب بين المسلمين نتج عندلك والشيخ وقد غنيب يقصد انه يصل على نفسه جماهرية وشعبية جارفة ابدا انما هوقول كلمة الحق عامة المسلمين التفوا حولوا اخي انما اللي قدين يهجموه دول انتوا شعبيتكم من اصلا انتوا لو مشيتوا في الشارع مفيش خمسة يعرفوكم اصلا ولا فيه ناس بتسمعليكم اصلا النائب المسلم محمد العمدة نفس الموضوع حوري الاسد المجاهد صبح صالح الاسير الان في سجون عسكر الصليم انا شاهد على ذبح صبح صالح من قيادات الاخوان صبح صالح الذي يمر للتعدلات الدستورية واقنع الشعب بها انا لو صبح صالح ده هذا الرجل النابغة لو انا في يدي امر الاخوان ولا اعلام الاخوان قد تخصصت له برنامج يومي جماهرية جارفة ده كان بيفوز من انتخابات من المرأة الليها بدون اعادة وكان يمسك اي حد علماني يفرمه ما الذي حدث العلمان قاعدوا يشتموه يقوم برضو بعض الاسوات اللي بتواجب الشيخ وجل الان من الطيار الاسلام هي نفسها برضو مفيش حاجة تغيرت ولا يعون الدرس يا قاعدوا يشتموه صبح صالح تقوم للأسف القيادات تستجيب لهذه الاسوات ده انت راجل ناجح وراجل عنده جماهرية تحاربوا ليه ما هو بينما انت واجهك متجه للخصف تفاجأ بخنجر جايلك من ظهرك ممن كنت تحسبهم انهم سيساندونك وده حق امر احصل معي وسأحكيه وضبح صالح صبح صالح ومنع من الزور على التلفزيون رغم انه كان فيه منتهى انا استغربت قلت يا الهي لو ان هذا في صف العلمانيين كانوا عاملوا يعني صبح باش صالح الاسد الشهيد ناصر الحافي المحامي عضو مجل شعب الذي عسكر الصالح قتله في شقة اكتوبر ناصر الحافي الله يرحمه كان محامي وانا حضرت له مرة واحدة وبيترفع امام محكمة الجنايات والله بالدوزر بلاغة قرآن كريم حديث نبوية شريفة القانون الوضع القانون الفرنسي راجلكم تتحب تسمع منه اللغة العربية محامي لا يشق له غبار ناصر الحافي الله يرحمه عملوا بقى القيادات اياها ومنعوا من الظهور في اي قناة تلفزيونية انا بقيتها اجن بل انه كل ما تطلح شخصية من الاخوان متفوقة وتتكلم يبدأ العلمانين يهجموها يقوموا قيادات الاخوان لا اصدقى دا زعلت العلمانين حق اتبعوه حتى تحولت الاخوان المسلمين بقرار من قيادتها الى جماعة خرساء فاخع الانقلاب على رئيس مرسي ونظام خلي بالكم اي نظام حق يسقط من داخله وهو يسقط كما قلنا سابقا عندما يبعد الصديق ويقر بالعدو فيصير الصديق عدوا ويبقى العدو عدو وهذا الذي حدث في نظام رئيس مرسي ونقول تابلي كده كانت ليلة علوية بتشرب خمرة وتطلع في الافلام اياها وإلهام شيء بتروح الاصل الجمهوري رامي لكح اللي عليه فلوس الدنيا والديني وعليه قضايا ورشاها وسرق البنوك كان بيرح الاصل الجمهوري لكن حزم صلاحة بوسماعي لا عرفته احنا ربنا قضبان علينا ليه عرفته ليه لأننا عندما ناجد من يقول كلمة الحق نطلع نتطال عليه ونقعد نسفه منه طب يا عمي يعني الشيخ وجد هذا ربنا يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ماذا فعلوا فيه قتلوه وهذا ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الوليد بن المغيرة اللي هو أبو خليد بن المغيرة وليد بن المغيرة كان كاف وحتى وقف يعني اللي لم تخلن الذاكرة إذا ما كانش الوليد بس أعتقد الوليد يعني لما قال لقريش خلوا بينه وبين العرب ما تسموا الرسول يا دعوة يا سيدي عمّة الناس خلوا بينه وبين العرب فعزوه عزكم والله والله يعني في ما معنى كلامه إذا الله إذا محمد هذا ما هو من قريش أنتم من قريش أصلا إذا دانت له العرب وملك العرب وأطعته العرب فأنتم من عائلة الملك أو الحاكم أو الرئيس بقى وإذا العرب يعني قتلوه فقد كفيتموه يعني هم رايحوكم منه خلاص أنتم ما دخلتش في مشاكل مع عائلته أو قبيلته بنهاش إلا إنما تقولي بقى طيب أنت الشيخ واجده أنا دفع الفرص من جيب صبر أبدا أنا إيه عرف الشيخ أنا عرفت الشيخ واجده من أصلا أنا لا ليه في المشايخ ولا ليه في الكادة ولا بسمع مشايخ ولا ليه في هذا العالم كله يعني يعني ده خطأ طبعا إنما هو ده اللي حاصل فالذي حدث إن أنا قصابر وكلمة صفوط الشريف اللي هو يحس عن الناس الشطرة فأنا يعني هذا الموقف علمني إن أنا وأنا حكيته عن صفوط يعني إن لما يجي شخصية شطرة نشوف الشخصية الشطرة دي محتاجة إيه؟ مساعدة نقدمها له فلما وجدت الشيخ واجده منهم له جماهرية وله فيديوهات عن يوتيوب جايبة مليون مشاهدة وأكثر اللي عاديم بشتمه دول أصلا مش عارفيني جيبه خمس تلاف مشاهدة على ألف مشاهدة أصلا ولا ميتين مشاهدة ده مرة واحد شطرة بالشيخ واجده والله فيديوهات على يوتيوب بتجيب 300 مشاهدة فأنا قلت لا يبقى إذن هذا الرجل نجح يبقى إذن ما الذي يمكن أن نقدمه له وذهبت وليه يا شيخ واجده أنا أنا خدمتك لماذا؟ لأنه هذا الرجل لو في صف العلمانيين كان عملوا له صف ومصور وستوديو والله وفيه حكومة عروية علمانية عاملة شركة لتمويل اللي بيطلب قناة على اليوتيوب يقولك لو أنت 30 ألف مشترك نعمل لك كذا لو أنت 50 ألف نعمل لك كذا لو أنت 100 ألف مشترك نعمل لك كذا لو أنت كذا وهنا أفردك للستوديو وكاميرات التصوير ومصورين وليك مجافئة بس إيه؟ يعني تمشي في سكاته هي أمريكا ليه؟ واحد واحد الشيخ واجده ونم ده لو كان علماني وراح أمريكا أنخذ الجنسي كان زمنه من النجوة زكريا بطرس نكاو القصة كان لبيس لأ عيشت في الإسلام الأمريكان عملوا له محطة تلفزيونية هل حد عمل محطة تلفزيونية الشيخ واجده ونم؟ لا ما أنا بقول له الفرق فيه فرق كبير يا حضراء هو الأمريكان ننتصر في الحرب العالمية السانية على الألمان ليه؟ عشان هتلر قال العرق الآري ولا النازي ولا البتاعدة الأمريكان قالوا لا أي عقل عقلية أو أي شخص نابغ يأتي الدول الجنسي أينشتين الدول الجنسي فلان الدول الجنسي علان الدول الجنسي فأصبحت أمريكا مكان لتجمع العقول المتفوقة والنوابغة العلماء لأن حندي بوزي عبريتي كذا شينكوسي منكوسي أي عد أنت برح في مجالك أوه تعالي خد الجنسي أنت برح في الغناء خد الجنسي أنت برح في الفيزيا خد الجنسي أنت برح في الرounge خد الجنسي أنت برح في كذا فأزمح أمريكا مجمع الأسكاة أو تجمع الأسكاة الألمان بقى لا هو انت ألمان ألا مش ألمان يا باشا أنا أستاذ دكتور في كذا يا باشا أنا جماهريتيم وتأثيري كذا لا أنت بقى من الإرق الأرض لا مش من الإرق الأرض ان شاء الله تستفdieنا من أنشاء الإنجليز أنت أبوك أمك أنجليزية ألا مش إنجليزيين لأ أبوك أمك أنجليزين طب ايا الله مش من هنا لذلك انهرت ألمانيا وهطلر الطنائل على عينه وبريطانيا صارت دولة صغيرة والألمان سادوا سادوا العالم بأيه بأن هم دمعوا العقول النابغة أمثال الشيخ غنينبق كل واحد نبغ الشيخ غ نبغ في كذا ذا نبغ في خيذا ذا نبغ في كذا حتى الله العظيم بعد الانقلاب واحد قال لي واحد في امريكا دكتور في امريكا اسلامي قال لي يا صبر تعالى امريكا وقود الجنسية وهيدوها لك فورا يعني مش فورا هيداها لك بسرعة يعني تقول لي عم ازاي عمل حجنا ضد السيسي والامريكان اصلا مع السيسي وهم مع المنقلاب قالي الامريكان اي شخص متفوق في مجاله يقدره جدا وهم بعد ازايك سيعملون على استقطابك باستعال تقول لي يا عم انا مش عارس تقتب قال لي ما انت مش هتستقطب يعني انت ايه ضد هذا الاستقطاب ولكن بدل ما هم يستخدمه ويستخدمه وين تقول لي الله انا بصراحة يعني ايه الناس دي ممكن تسلم لانا بقول لك قال لي شوف تعالى وقدم وهتدرس على حسابهم وهتدرس على نفاقاتهم وقال لي الامريكان يقدره جدا اي شخص يعني متفوق او له شعبية او مؤثر او كده وانا بشوف هزيمتنا في الحرب العالمية الاولى هزيمة المسلمين لان كل الاقول اللي كانت موجودة من المسلمين في ذلك الوقت بينما كان الانجليز يمولون سعد زغلول ومصطفى النحاس والنخبة العلمانية بتاعتهم كانت النخبة الاسلامية محمد فريد الزعمي نوس نحال فريد ولا كذا بشيء يقلب الانجليز لما لقوا العملاء كانوا بدينهم مرتبات المسلمين بقى لما لقوا ناس اسكية في طرفهم عملوا ايه سبوهم يجوعوا ويموتوا وبعدين قالوا احنا تزمنا ليه تزمنا ليه لانك ترقت العقول بتاعتك محمد فريد مات في سويسرا باين في اوروبا تقريبا سويسرا اللي بتخلون للذاكرة مش لاياكل مديون امه ليه؟ امه ليه؟ هل تتكلموا العالم الاسلام انهار له؟ هو ده سبب انهيار العالم الاسلام بكل دولة انا بقى اشاهد اليوم بشي عبدالك اسباب سقوط الاندرس اخص حلقة لذلك يعني انا عايش عايش المشهد محدش بيحكيه لي اصلا يا جماعة احنا لا يحاول ولا قتال كان اول يقولك يسمع مثلا تفسير الكرآن للشيخ الشعراوي تفسير الكرآن للشيخ فلان الان انت يعني الاحداث نفسها يعني ايات الكرآن بتشرح لك على عانا بيانا جهارا المهمة حدث في عهد حكم الرئيس مرسي كان حصل ان معتظ مطر ترك قناة مصر 25 بتاعي الاخوان وصحف من الاخوان المسلم موجود رشحني لهم او كده وقال لي تعالى والله انا ارشحتك لهم ان انت اتقدم البرنامي المكان محتز ما تريدك شو اللي فذهبت وقابلت واحد في السجن مش هولي صنشاف في السجن كان هو مسؤول اللجنة الاعلامية دكتور وايه تخصصوه صيدالي طب يعني الصيدالي ايه فهم ايه في الاعلام اهو بقى اتقول لي ايه المهمة فجلست فحتى الصحف اللي كذا قال لي اطلب مرتبات ضخمة الا لو قابلت مرتب بسيط يبقى انت اقللت بنفسك وبصدق ان انت يعني كده وده يقول الاسم وده اللي حصل على فكرة ان انت اما تروح لحد وتبقى انت متطوع يعني انت اما تروح لحد كي تنصحه يفكر ان انت رايح له وعاوز منه حاجة يا ربي والله العظيم يعني انت رايح له اصلا يعني عاوز تنصحه له هو المصلحته هو يتوهم فيك ان انت جاي عاوز منه حاجة وطالب منه خدمة اللي عاوز منه مساعدة ويبدأ يا عم انت مش عاوز منك حاجة اصلا لو انت عاوز انتديك يعني الحمد لله المهم فهو قال لي الصحف اللي خلاص قال لي تطلب مرتب ضخم ولو طلبت مرتب بسيط هيرفضوا التعاون معه مبدايا يعني يعني هو تقديره انت يعني قالت كده ولا الاسف دي اللي حق المرة مشانا بقول اللي حصل المهم فاعدت معه قلت له شوف انتوا بك اخوان مسلمين انتوا دخلين في معارك شرسة جدا مع العلمانيين وجابت الانقاذ والافلام الحمدانا دي قلت له ام جابت الانقاذ والتوليع اصل الاتحادات والافلام اللي حصل قلت له وبينما انا وجهي وحارب هؤلاء الخصوم انا اريد انا اريد لا اريد عونكم ولا اريد مساندتكم ما تساعدنيش ولا كده انما ترقوني انا و هؤلاء الخصوم اما طلبي منكم فقال الله تطعنوني من الخلف قال لي ازاي قلت له انا مطلعش اقول قدب المستنادت احمد الطيب بيضحف المال العام فينه و بيعمليه وبهدي للدنيا في الازهر و الفساد الموجود في الازهر وتطلع انت تقول لا وتطلع بيان ضدي وتشتبني و انا ممكن تباشرين اصلا من القناة فعشان انا متفكر من الان ما اطلعش انا اقول امو كالسوم صناعة يهودية وهذه هي الوسائق والمستنادات وتطلع انت تشتبني وتطلع بيان ضدي يعني ما لكش داع ما تتعنيش لكن سيبني ما تتعنيش من الخلف خاصة ان اللي هيتعانوه دول اصلا ما همش علاقة بالإعلام فقال لي اديني فرصة اردنا عليكم في الجلسة التانية قال لا والله انت كده هتخصرنا الانتخابات وهتخصرنا اللي مش عارف ايه والبتاع هم خسروا وحدهم يعني مش انا يعني فطبعا قلت له خلاص احنا كده يعني مش هنفع نشتغل مع بعض ولكن عايز اقول لك بقى يعني بقول لك دي نصح عليك انت من باب الإعلام يعني خدها في خبرة يعني لما انا اقول امو كالسوم صناعة يهودية انت اقول ان قناتكم محدش يعرف يعني قنات مصر 25 احد امين اللي يعرفها في مصر امو كالسوم كل الشعب المصر يعرفه فلما تطلع انت تقولوا مكالسوم صناعة يهودية وهي كذلك بالفعل وعليها الادلة والكالده كان فعد رئيس مرسي يعني فبالتالي الشعب ده كله 90 مليون هدخلوا على قناتك يتفرج عليه يعرف ان ده عملتك اعلان لقناتك اصلا لو انت تنتك تدفع ملايين 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 الدولارات مش هتعملوا اه اجيب لك الناس لحد عندي الامر الاخر انه لما الناس تجد الوثاق الناس بتمشار الادلة ولذلك انا لما عملت فيديو على اليوتيوب مخلصوم صناعة يجاب 2 مليون مشاهدة طب انا قابلني والله يا دكتور كنا في قراه هنا من قنوات السيطرة على الاخوان مش قنوات الاخوان ايا قنوات السيطرة على الاخوان الرز الخليجي كي يتم السيطرة على الاخوان المسلمين فواحد والله يا رجل كبير في السن انا خارج من الستوديو فقالت الراكل كان اكده اين فوقشي هو انت قالت له يا عم مال في ايه انت ايه انا مال يعني قال لي منك لله قال لي يا اخي انا كنت بحب الموكلسوم واصح كل يوم الصبح اول حاجة افتاحها كده وانا على السرير اغنم موكلسوم من يوم ما سمعت الفيديو بتاعك وانا مش عارف اسمع موكلسوم هو فلسطين قال لي من يوم ما اسمعه وانا مش عارف اسمع موكلسوم فقلت له طيب يعني ده حاجة وحشة ولا حلوة ايه لا ممتاز صحيح انت خليدنا ما عارفش اسمع موكلسوم قلت له طيب فيه ناس كده رامد دا قال لا كمل نحن نحتاج اسلوب الصدمة عشان نستفق مما نحن فيه ودوله انا فهمين هو استاذ دكتور في كل استاذ فالعقات الدولية فيه احدى الجامعات في اسطنبول وكان في لندن يعني ما بيش دعول ذكر اسمه لا ما استأذنه يعني يعني هو اصلا بريطاني الجنسية وعيش في بريطانيا وبعدين جي في اسطنبول بيجي ده المسألة هو انت النهاردة لما الرئيس مرسع يطبطب وكده وإيه اللي حصل ده بحوه في النهاية اللي طبطب عليهم واللي قرامهم واللي كده هم اللي ده بحوه هل شافعه لما عندنا كان صفت حجاز الله يديه الصحة يطلع يقولك العسكر واللي عملوه العسكر ما الذي كان يحدث طلعوا فانا فاكر والله قالك ازاي وانه ولا يعبر عنا هم العسكر مش ربوا دمنا النهار هل تبطبقوا ودفاعكم عن العسكر افدتكم اليوم بمليم ولا الهوه المشكلة الثانية عند الشيخ وجد غنيم هي انه ممعهوش حزم صالح ابو اسماعيل يعني انا سمعت الاسد المجاهد حزم صالح ابو اسماعيل وجدت انه الشيخ حزم كلامه كلام الشيخ وجد غنيم واحد توقمان ودروس السيرة موجودة للشيخ حزم علي توب باسم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مشكلة الشيخ وجد ايه ان الكبار العلماء تم اسرهم وضعهم في السجوء فوقي وحيدا فقالشجر وقفة وحدها كده ولذلك انا بقول اللي يبطولوا على الشيخ وجد ولا كده يعني لو في علماء عايزين يطلعوا يردوا يطلعوا يردوا الراجل عالم اللي عايز يرد عليه في حد من علماء طلعوا يرد عليه يطلعوا من العلماء يردوا عليه والأمر الأخير صحة في الأسف عرفه كتب قال لك الشيخ وجد غنم صليت اللسان وانا بعد تاله قالوا يا ابني انت بتقرأ القرآن الكريم ولا بتقرأهوش الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف يدعو اهل مكة للإسلام وقال لهم فيما معناه وانا اقول من الذاكرة لو اني منبئكم او مخبركم ان جيشا خلف هذا الوادي اكنتم مصدقين قالوا بلى فالمهم قال لهم ان رسول الله بين يدي عذاب أليم رسالة تخوفية خلي بالكم رسالة تخوفية فمين اللي رد لي عمه أبو له وقال له تبا لك لهذا جمعتنا فنزل القرآن الكريم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصدى نارا ذات لهب تخيل انت المشك كده يا مؤمن انه الرئيس مرسي مثلا وقف يقول حاجة وبيدعو الناس حاجة والجمهير قاعد يسمع له وقام عمه أطعه وقف عمه الرئيس مرسي وقال له انت غلطان وانت 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 وقام الرئيس مرسي تصور انت المشهد دايب بعمل ايه يقول لك ده عمه كسف وكسف فلذلك القرآن الكريم لما ندل فابولهب والقرآن الكريم هاجم أشخاص باسمعهم مثل ابولهب وندل القرآن الكريم يرد على الأشخاص بعينه مثل الودي بن المغير لما قال له عتلم بعد ذلك ازنيه وسنسموه على القرطوب وغيره من الشخصيات مش أشخاص شوه القرآن تناول أشخاصا بعينهم كنت هتقول على القرآن صليت اللسان وهنا بقول للأسف الشديد احنا لم نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يعدين يكلموا دول قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من المخابرات الأمريكية من القنوات الدينية للمخابرات الأمريكية فتحها أرجو مشاهدين أن تكون السورة قد وضحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته